من يقوم مثلاً بتصوير نفسه وهو إيش؟ بإحرامه يعني وهو في الإحرام أو وهو يطوف يقوم بتصوير نفسه هذا بيش؟ هذا نوع من الرياء يظهر على أنه في حال ملابس الإحرام هناك أنواع من الرياء يقع فيها الناس وهم لا يعلمون هناك رياء بالعمل وهناك رياء بالقول وهناك رياء أيضاً بالبدن والمظهر وكلها خطر وكلها حذر منها النبي عليه الصلاة ما هو الفرق بينها؟ الأول الرياء بالعمل الرياء بالعمل على نوعين إما أن يكون الرياء ابتداءً يعني أول ما يبدأ بهذه العبادة أو بأي عبادة يبدأها بالرياء مثال ذلك جاء رجل ودخل المسجد وكان من عادته أن لا يصلي تحية المسجد على الخلاف على القول بالخلاف ما يتعلق بتحية المسجد فلم يكن من عادته أن يصلي سنة المسجد أو ليس من عادته أن يصلي السنن الراتبة فدخل المسجد فلما أراد أن يجلس وجد فلان وفلان يعرفهم وهم ينظرون إليه فقال إذن سأصلي لماذا؟ يريد أن يروا هو هو يصلي فدخل في العبادة ابتداءً من أجل الرياء فيكون هذا إيش؟ هذا محبط للعمل هذا عمله لم يكن لله ولم يكن خالصاً لله فبدأ هذه العبادة لغير الله فإذن هذا هو الرياء في العبادة أيضاً في العمل النوع الثاني أن يكون من عادته أن يصلي أنه إذا دخل المسجد يصلي السنة الراتبة ولكنه عندما كبر رأى فلان وفلان وهو يعرفهم فأخذوا ينظرون إليه فأراد أن يحسن صلاته فبدل مثلاً أن يقرأ الفاتحة وصور قصيرة قرأ صوراً إيش؟ طويلة من أجل أن يروه أنه يطيل الصلاة هذه الزيادة إيش؟ رياء لا قيمة لها ركع كان من عادته أن يسبح ثلاثاً حتى يراه فلان وفلان زاد سبح سبعاً إذن الزيادة هذه الرياء كذلك في السجود وهكذا إذن هذه الزيادة هي نوع من الرياء فلا يكتب له أجر هذه الزيادة إذن هذا هو الرياء الذي يكون ماذا؟ في العمل وهذا يحصل دائماً هناك الرياء الثاني في القول في الكلام كيف يرأي في الكلام؟ المراءات في الكلام مثلاً يجلس مع ناس زملاء له ويريد أن يظهر حاله في العبادة مثلاً هو يقوم الليل ويريد أن يعرف الناس عنه أنه يقوم الليل فيأتي فيسأل فلان في المجلس يا فلان كم تصلي في الليل كذا يقول كم تصلي في الليل يعني على أساس أنه يقول أنه هو يصلي فيقول الرجل والله يعني أحياناً أوتر أحياناً ما أوتر قال الله يهديك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أيضاً حديث عائشة أنه كان يوتر بـ 11 ركعة وكان كذا وكأنه يريد أن يحكي عن نفسه أنه يصلي بالليل وأن يصلي 11 وربما يكون هذا حقيقة وربما يكون غير حقيقي لكن هذا نوع من إيش الرياء هي فرق بين بين النصيحة وبين الرياء هذا لم يقل هذا الكلام إلا من أجل أن يظهر ذلك مثلاً يقول لشخص كم تقرأ في اليوم من جزء يريد أن يظهر عن حاله بأنه إيش أنه يقرأ مثلاً ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء في اليوم فيقول كم تقرأ يا فلان أن تقرأ فقط كذا هذا نوع أيضاً من الرياء وهذا أيضاً يقع فيه البعض أيضاً الرياء فيما يتعلق بظاهر الشخص في بدنه مثل إيش مثل من يقوم بعض الناس يضع مثلاً قطعة من الثوم فيضعه على جبهته على أساس يقول يعني أن هناك أثر للسجود على جبهته يليس حقيقة لكنه يريد أن يظهر عن نفسه أنه من العباد وأنه عابد وغيره من يقوم مثلاً بتصوير نفسه وهو إيش بإحرامه يعني وهو في الإحرام أو وهو يطوف يقوم بتصوير نفسه هذا بإيش هذا نوع من الرياء يظهر على أنه في حال ملابس الإحرام ويتلبس أحياناً بنفس الإحرام وهو لم يحرم أصلاً إنما يريد التصوير أيضاً ما يحصل من البعض هداهم الله وقد تلبس مثلاً بالعمرة فيقوم بتصوير نفسه ويرسل هذه الصور لأقربائه وليزملائه وللناس لكي يروه وهو في العبادة فيطلب من شخص أن يصوره وهو ساجد وهو يدعو الله وهو يبكي وهو متأثر كل هذا نوع من إيش؟ من الرياء ولذلك يخشى على كثير ممن نراهم وهم يطوفون بالكعبة ويقوم بتصوير نفسه ويقوم بالتواصل مع أقربائه أثناء الطواف وهذا مشاهد للأسف الشديد بشكل يعني كثير في هذا الزمن يقوم بأيضاً البث المباشر مع أهله وأقاربه وهو يطوف وهو يتعبد وهو يدعو لكي يروا هذا نوع من إيش؟ أيضاً الرياء لأن المسلم إذا تلبس بعبادة يجب أن يجعل هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريكة مع الله في هذه العبادة فهذا الذي ذكرناه هو كله من أنواع إيش؟ الرياء